قد البنك الاحتياطي المركزي الأمريكي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عقب أن تم رفعه على مدى الشهور الماضية لكبح جماح التضخم المرتفع وأشار بيان البنك المركزي عقب اجتماعات استمرت على مدى يومين أنه قد يرفع أسعار الفائدة مرتين أو أكثر هذا العام بدءا من اجتماعي شهر يوليو المقبل حتى يصل التضخم إلى المعدل المرجو عند 2% الحقيقة هي إننا إذا لم نشهد تحسنا مستمرا على جبهة التضخم وبعد التيسر في سوق العمل وإذا لم نحقق تقدما فمن المحتمل أن يعود الاحتياط الفدرالي إلى إعادة رفع أسعار الفائدة تحرك بنك الاحتياط الفدرالي لترك سعر الفائدة القياسي عند حوالي 5.1% وهو أعلى معدل لهم منذ 16 عاما وذلك يشير إلى أنه يعتقد أن معدلات الاقتراض الأعلى كثيرا والتي حددها قد حققت بعض التقدم في ترويد التضخم ولكن كبار مسؤولي الاحتياط الفدرالي يرغبون في مزيد من الوقت للتقييم الكامل لكيفية تأثير رفع أسعار الفائدة على التضخم والاقتصاد ككل الحفاظ على النطاق المشتهد في ثبات يسمح للجنة بتقييم المعلومات الإضافية وأثارها على السياسة النقلية عند تحديد مدى تبات السياسة الإضافية التي قد تكون مناسبة لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت ستأخذ اللجنة في الاعتبار التجديد التراكمي للسياسة النقلية والتأخيرات التي تؤثر بها على النشاط الاقتصادي والتضخم وقد ذكر محافظ البنوك المركزية في عقاب الاجتماع الحالي أنهم سيستغرقون ستة أسابيع إضافية لمعرفة أثار تحركات السياسة النقلية الحالية والتحركات المستقبلية المطلوبة في معركتهم ضد التضخم والتي أظهرت مؤخرا بعض المؤشرات الواعدة وإذا كانت غير متساوية أظهرت بعض المؤشرات أن الطلب الاقتصادي لا يزال مرتفعا ويصحبه الإنفاق الاستهلاكي القوي وسوق عمل مرن وتضخم أساسي ثابت من بعد بعض الاقتصاديين إلى الاعتقاد بأن رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل في وقت لاحق من هذا العام سيكون ضروريا داليا الكومي تلفزيون دولة الكويت واشنطن